ايه زيكم؟ في الفيديو النهاردة جايين نكمل مع بعض سلسلة حلقات كورس اعلانات جوجل الفيديو النهاردة جايين نتكلم عن الكونفرجن او التحولات النكحة او الاحالة النكحة إيه بقى حكاية الكونفرجن وايه حكاية احالة النكحة و ازي تصطبها على الوبسايتبتاعك قبل ما تبدأ تعمل اي اعلان على جوجل ايه يا بس ما حالة نكحة ايه وكونفرجن ايه؟ اه ليه؟ لانك و انت داخل تعمل اعلان على جوجل ادز عشان تعمل اعلان بحسي على جوجل فحضرتك اول سؤال جوجل بيسأله لك هل حضرتك عايز تزايد او عايز تركز على سعر الكليكة ولا عايز تزايد على الكونفرجن الكونفرجن وهو التحويلة فايه بقى هي الاحالة او التحويلة النجحة وايه فكرتها وبتتحسب ازاي وهتستفيد منها ايه اصلا وهل الافضل ان انا اعمل الاعلام بتاعي بالنقرات ولا بالكونفرجن هو ده اللي احنا جاين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة بس خليني في البداية اقولك لو بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب القناة واتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى احكيلك حكاية الكونفرجن في جوجل ادز بص يا معالك ايه بقى حكاية الكونفرجن دي قبل ما نخش في الخطوات العملية خلينا نشحالك كده ببساطة بالبلدي عشان تفهمها موضوع الكونفرجن ده حضرتك اي حد عنده نتجر الكتروني او عنده بيزنس اونلاين طبيعي جدا انه هو لما يجي يعمل اعلانات مموالة يبدأ يفكر تفكير مهم جدا التفكير ده بيقول ايه انه هو بيبقى عايز يحسب تكلفة العميل وقفة معه كام يعني انا صرفت اعلانات مموالة قد ايه وارجع لي كم عميل والعميل الواحد كلفني قد ايه لان لو قدرت اعرف تكلفة العميل الواحد هقدر اعرف هل انا ماشي في الطريق السليم ولا لا وهل انا مثلا لو العميل الواحد مكلفني 100 جنيه فبالتالي ان انا لو صرفت 1000 جنيه فهقدر اجيب 10 عملة فبالتالي ابض اقارن ما بين التكلفة بتاعتي اللي انا هتفعها في الاعلانات وما بين الربح اللي هيجي لي من خلال الاعلانات دي او صافي العائد اللي هيجي لي من خلال الاعلانات دي فعشان كده بنلجأ لطريقة الكونفرجن او عشان كده في حاجة المفروض ان حضرتك تتعلمها وتعرفها اسمها الكونفرجن او الاحالة النكحة او التحويلة النكحة ايه الكونفرجن دي ببساطة هي تكلفة العميل الواحد العميل الواحد واقف معك بكامر ففي جوجل لما بتيجي تعمل اعلانات وتخلي التركيز على الكونفرجن واحنا لسه نشرح الحتة دي فبتلاقي دايما ان انت عندك في المتركس بتاعتك او في النتايج بتاعت الاعلام بتاعك حاجة اسمها التكلفة بتاعت الكونفرجن التكلفة بتاعت الكونفرجن او الافرش كونفرجن او تكلفة متوسط التحويلة دي معناها ايه ان هو بيجيب اجمالي تكلفة التحويلات يقسمها على عدد اجمالي التحويلة عشان يجيب لك متوسط تكلفة التحويلة الواحدة طب انا برضو لسه مش فاهم بص يا معالي دلوقتي انت لو عملت اعلان ممول مثلا سواء على الفيسبوك او على جوجل ادز وجي عميل نقر على الاعلان بتاعك ودخل على المقطع الالكتروني بتاعك واشترى منه فدي بالنسبة لك انت تحويلة نجحة لان ده بالنسبة لك عميل بالفعل عمل عملية برشيز عمل عملية دفن في سؤال بقى هنا مهم جدا هيبدأ يدور في بالك طب لو انا اصلا ما ببيعش منتجات لو انا اصلا شركة خدمية ازاي اقدر اعرف كم عميل اشترى مني ها دي بقى اللعبة اللعبة يا معلم انك انت لازم تعرف جوجل مين هو العميل اللي بالنسبة لك بتعتبره تحويلة نجحة فلو هنفترض جدلا ان احنا عندنا نوعين من العملاء او نوعين من البزنس لو انا ببيع منتج او لو انا بقدم خدمة لو انا ببيع منتج فبالتالي المنطقي يعني بيقول ان بالنسبة لك التحويلة النجحة هو الشخص اللي دخل على المتجر او الموقع الالكتروني بتاعي وعمل بالفعل عملية دفن ده طبعا في حالة ان الموقع كان فيه بايمنت اونلاين او دفع الالكتروني طب لو الموقع مفوش فيه دفع الالكتروني يبقى بالنسبة للحالة دي بالنسبة للتحويلة النجحة او الكونفرجن النجحة هو العميل اللي دخل ضاف منتج في السلة وطلب الوردر بغض النظر ان هو عمل بقى عملية الدفع كاشون ديليفري ولا منفس بالفعل عملية البيع لان جوجل في الاخر هي مش عادة معاك هي مش عادة في شئيتك ولا عادة في شركتك ولا تعرف انت بالنسبة لك عمل تحويلة نجحة ولا عملتها فهي بتقول لك عرفني عرفني ايه هي التحويلة النجحة بالنسبة لك علشان اقدر احسب لك الروز بتاعك او return of investment او اللي هو معدل الربح بتاعك على انت بتصرفه في الاعلانات طالع بكام و اقدر احسب لك متوسط تكلفة التحويلة طالع بكام امو اقدر اقول لك فيه احصيات الاعلان ناجح او لفشل فبالتالي احنا اولة المهم ان احنا نعرف جوجل ايه هي التحويلة النقوحة فان الناس بالنسبة لنا في اوضع المنتجات انا عندي حلين الحل الاول! يكون اما يكون المدعم دفع على الموقع الالكتروني الى ش lascianaille او ان هو عامل عملية شراء على الموقع الالكتروني وبالتالي هنا اlei اعتبر ان هي التحويلة النقوحة لو كان الك walkойcel للأصرف لان انا مش هادر اجيب جوجل معايا وانا رايح اخصل الفلوس من العميل ولكن في الاخر انا باعتبر ان التحويل النجحة اما عملية الدفع اما عملية الشراء لو كان الدفع عند الاستلاب في الحالة دي انت بتبقى محتاج تعرف جوجل ايه هي التحويل النجحة طب اعرفه له ازاي ببساطة شديدة وقبل ما نخش في الخطوات العملية بتعرفه له ان انت بتروح تعمل خطوة معينة كود معين او لينك معين بتحطه لسه هنتكلم فيها عملي المهم ان انت بتعمل خطوة معينة بتعرف جوجل او بتعرف محرك البحث ان لو العميل وصل للصفحة دي معنى كده ان ده تحويله نجحة ومعنى كده ان العميل ده اشترى مني او لو ما دفعش اونلاين معنى كده ان هو يعتبر من التحولات نجحة للناس اللي اشترت cash on delivery طب ازاي او المنطق بيجي ازاي تعال نحسبها كده بالمنطق لو انا عندي موقع فيه دفع الكتروني فبالتالي ان اي عميل هيعمل عملية دفع الكتروني لازم بعد كده بعد عملية الدفع او بعد اتمام عملية الدفع بيطلعوا له فاتورة ويقولوا ان تم الدفع النجاح وان حضرتك اشتريت المنتج ده ودي الفاتورة بتاعتك معنى كده ان انا هروح اخط التحويله بتاعتي في الصفحة اللي بتظهر للعميل بعد عملية الدفع فبالتالي اي عميل هيعدي على الصفحة دي ويروح لها مليون المية هو عد قبليها على صفحة الدفع الالكتروني فبالتالي هو بالنسبة لي تحويله نجحة اما لو كان مفيش دفع الكتروني فاقصى حاجة هقدر اعتبرها في الموقع بتاعي او في المتجر بتاعي ان التحويله النجحة كل من هو ضاف منتج في السلة واكمم عملية الشراء علشان يعمل كاشون ديليفري بغض النظر بقى العميل دفع بعد كده في الكاشون ديليفري ولا ما دفعش طب ده حقل وده في حالة المتجر اما في حالة الخدمات بقى يا معاليم ايه هو التحويله النجحة زي كان انا دلوقتي عميل بقدم خدمة وعملية الخدمة او عملية الدفع ما بتتمش اصلا من على الموقع الالكتروني بتاعي وما فيش حاجة يستلمها كاشون ديليفري ازاي اقول لجوجل عالتحويله النجحة لو انا عايز اعمل الاعلام بتاعي ان انا ركز في البدستراتيجي او في المزايدة يعني على التحولات هنا جوجل بقى بتبدأ تديك اكتر من اختيار زي على سبيل المثال انك انت ممكن تعتبر التحويله النجحة بتاعتك ان عميل دخل على الموقع بتاعك وروح لصفحة اتصل بنا وان العميل ده اتواصل معاك فبالتالي دي تعتبر تحويله نجحة مالوش دعوة بقى العميل بعد كده اشتري منك ما اشترياش ده اقصى حاجة جوجل يعرف يعملها معاك اللي من الخطوة الجاية انه يبقى نقص يقعد معاك في البيت فهو ده بالنسبة له هتبقى التحويله النجحة اللي حضرتك هتقولها له الحاجة التانية انك انت غسى ممكن تعتبر التحويله النجحة هو كل شخص اتصل بيا من الاعلان الممول بتاعي على سبيل المثال وممكن تعتبر ان التحويله النجحة ان كل شخص دخل على صفحة الليد فورم بتاعتي على سبيل المثال وممكن برضو تعتبر ان التحويله النجحة هو كل واحد حمل تطبيقي او لو انا عامل اعلان لتطبيق على ابل بلاي ستور او على جوجل بلاي ستور فانا عايز اعتبر التحويله النجحة هو كل من دخل على الاعلان بتاعي ونقر عليه وعمل فعلا تحميل للتطبيق بتاعي على البلاي ستور على الموبايل عنده او على جوجل بلاي ستور فدي بالنسبة لي تحويلة نكحة بالبساطة كده وبالبلدي التحويلة النكحة هي انك انت توصل للهدف بتاعك بشكل ناجح من خلال اعلانات جوجل فلو ما كانش انت عندك تحويلة نكحة او ما كنتش عارف تحدد ايه هي التحويلة النكحة بتاعتك فبالتالي هيبقى الحل البديل انك انت تعمل الاعلان بتاعك على محرك البحث جوجل بالنقرات او انك انت تركز في المزايدة بتاعتك على النقرات وتبقى انت هنا حاطت في دماغك ان انت بتستأدف اكبر عدد ممكن من النقرات على الموقع بتاعك في حالة ان انت مش عارف تركز على الكونفورجن او على التحويلة النكحة فسبب ان انا عملت المحاضرة دي دلوقتي هو انه احنا بنيجي في المحاضرة الجاية واللي بعدها ولما نبدأ نخش في القطوات العملية لما تيجي تعمل اعلان في السرش بتاع جوجل جوجل اول حاجة هتبدأ نسألنا او تسألنا فيها ان احنا هنعمل الاعلان ونركز على النقرات ولا نركز على التحويلة النكحة طيب تعالوا بقى ننتقل للخطوات العملية عايز اقولك على حاجة مهمة جدا الخطوات العملية في الكونفورجن ليهم طريقتين طريقة سهلة وطريقة شوية صعبة فانا الطريقة الصعبة مش هشرحها لان الطريقة التانية تبقى اسهل منها بكتير واي حد هيعرف يعملها بسهولة فبالتالي انا هركز على طول على الطريقة السيمبل والسهلة واللي ممكن اي حد يعملها في الموقع الالكتروني بتاعها يلا بينا ننتقل للشاشة ونخش على الخطوات العملية اول حاجة هتعملها لما تفتح حساب الاعلانات بتاعك على جوجل هتدوس على تولز وبعد كده تنتقل لصفحة الكونفورجنز بعد كده هيفتح لك الصفحة دي وهتبدأ تستطب اول كونفورجن هتدوس على نيو كونفورجن اكشن وبعد كده هيقول لك اختار انت عايز تعمل تراكينج الايه ايه الكونفورجن الناجح بالنسبالك ايه هي الاحالة النجحة بالنسبالك او التحويلة النجحة اول حاجة هيبقى عندك اختيار الويب سايت او الموبايل ابليكيشن او المكالمات بتاعت الاعلان او المكالمات اللي بتيجي من على الويب سايت بتاعك او ان انت تاخد داتا من موقع جوجل اناليتيكس وده موضوع هنتكلم فيه مؤخرا بعد ما نخلص اساسيات او كورس اساسيات جوجل ان شاء الله نرجع هنا يبقى احنا عندنا هنا ثلاث خيارات لو نيجي تدوس هنا على الويب سايت عشان احنا نحدد الموقع الالكتروني بتاعنا فهنبدأ نكتب الويب سايت بتاعنا ابدأ اعمل سكان بيقول لي تمام اشتاق الويب سايت ضم فهو هنا بقى بيقول لك يا معلم عشان تعمل كونفورجن انت عندك طريقتين الطريقة المانيول وهي ان انت تخط الكود بتاعك في الموقع الالكتروني بتاعك على الصفحة ان انت عايز تعملها كونفورجن والطريقة دي مش هتناسب حد غير الناس اللي عاملة الموقع بتاعهم نيتف او ان هو بيعرف يشتغل بالكود اما لو حضرتك يوزر عادي ومش ديفاليبر فالحل الامثل هو ان انت تستخدم الاوتوماتيك ايفنت ايه بقى فكرة الاوتوماتيك ايفنت ببساطة شديدة تعالوا نفتح كده المتجر الالكتروني اللي انا هشرح على المثال عشان اوليكو انا عايز اعمل ايه انا على سبيل المثال ده متجر الالكتروني فور اجزامبل يعني هو على سبيل المثال هنفترض جدلا ان انا عايز اعد كم واحد عمل عملية دفع او اشترع يعني من الموقع بتاعي وانا الموقع ده لا يدعم خدمة الدفع الالكتروني فانا بالتالي عايز اعرف كم واحد دخل على الموقع بتاعي وضف منتجات في السلة وعمل طلب شرع على الموقع بتاعي هنعملها ازاي هنروح هنا نضيف اي منتج في السلة على سبيل المثال وبعد كده نروح على الفيو شارت مثلا وهنا هتظهر معي صفحة سلة المشتريات ودوس على بروسيد وشيك اوت لان دي الصفحة الاخيرة اللي اي عميل ممكن يظهر له او الصفحة الابل الاخيرة وهبدأ اكتب بياناتي هنا وليكن مثلا حط اي اسم اكتب مثلا خالد واكتب مثلا الايميل بتاعي اكتب اي رقم وعد كده هكتب الادرس وليكن مثلا نيو كيرو واختار السيدي وبعد كده هدوس على كاشون ديليفوري خلاص انا بقتم عملية الدفع هنا بيظهر لي صفحة الفاتورة طبعا اي مبجر الكتروني في الدنيا بيبقى فيه فاتورة ده طبيعي فبالتالي دي اخر صفحة ممكن العميل يوصل لها طالما هو عمل طلب على الموقع الالكتروني بتاعي يعني ببساطة كده تفتكر ان في عميل ممكن يوصل للصفحة دي الا لو كان دخل عمل طلب من الموقع الالكتروني بتاعك او لو احنا عندنا عملية دفع الكتروني فقو انت عملت عملية الدفع وروحت بعد كده للفاتورة تفتكر ان في عميلها هيقدر يروح للصفحة دي الا لما يكون عمل دفع الكتروني اكيد لا فبالتالي انا دي الصفحة اللي انا محتاجة عمل لها كونفرجن واقول لجوجل ان طالما العميل عد على الصفحة دي ووصل لها فدي بالنسبالي تحويل لنجحة طب نعملها ازاي خلي بقى الصفحة دي مفتوحة ونرجع لجوجل تاني فانا هاجي هنا اقول له سيلكت كونفرجن جول يعني اختار الهدف من الكونفرجن او من التحويلة فانا هختار عملية برشيز او ممكن اختار اتو كارت لان انا عملية البرشيز عندي مفاش دفع الكتروني ايا كان يعني انا هختار اتو كارت او برشيز المهم او ممكن اختار بجنتو شيكاوت يعني الراجل ده خلاص بدأ انه يدفع فلوس المهمة هيجيب لي هنا 3 اختيارات يقول لي بقى انت هتلعبها بدل ما هتحط كود في الموقع انت هتلعبها بالURL باللنك فبالتالي هيقولك هتختار ان انت لو انت عايز الURLs يعني انا عايز الكونفرجن بالنسبالي لما يكون العميل رايح للرابط ده نفسه او ان يكون الرابط يحتوي على كلمة معينة او ان الرابط بيبدأ بكلمة معينة فاحنا هنختار هنا URLs وبعد كده اروح ااخد اللينك ده كده كوبي وروح جاي حطه هنا طيب لو انا الموقع بتاعي متكود بطريقة معينة بحيث ان اللينك ده بعد عملية الفاتورة بيبقى فيه ارقام هنا متغيرة يعني مثلا عمل كده order ID equal مثلا كده فبالتالي order ID ده اكيد مليون المية هيتغير مع كل عميل او هيتغير مع كل عملية الدفع فانا اعمل ايه لو انا عملش في البرمجة خالص ولا ليا في الكود خالص ولا افهم حاجة عن الكود اعمل اول عملية الدفع او اول طلب شراء على الموقع واخد الكود ده كوبي وبعد كده اروح اعمل عملية طلب تانية على الموقع واخد برضو اللينك ده كوبي سوري يبقى انا هعمل عملية اولة واخد اللينك كوبي او احطه مثلا في ticket to not bad على سبيل المثال كده ورح جاي عامل عملية شيرة تانية واكيد هلاقي ان الارقام هنا هتتغير المهم واخد كوبي للينك ده كده واشوف وقارن ما بين اللينكين اللي انا اخدتوهم في عمليتين دفع مختلفة ايه الجزء اللي ثابت وايه الجزء المتغير اخد الجزء السابت واخده كده كوبي او كنترول و سي وارجع هنا وبدل ما اختار ان الورل لازم يكون هو الورل ده ممكن اختار ان الورل يكون كنتينز يعني يحتوي على الكلام ده تمام كده بحيث ان انا ابقى متأكد ان التحويلة هتبقى نجحة وبعد كده ادوس على ادت كده اكون انا ضفت التحويلة لو دوست هنا بقى على سيتنج هيبدأ يقول انت الجول بتاع التحويلة هو البيجينشيكاوت اللي انا اخترته من شوية الكونفرجن نيم تديها اي اسم ان الربط لازم مش عارف ايه وهنا بيجي يقول لك ايه بقى هل انت عايز تاخد الكونفرجن دي بفاليو ولا من غير فاليو يعني ايه فاليو بفاليو معناها ان انا دلوقتي عايزة ايس كل واحد عمل عملية دفع مثلا بشرط ان يكون باكبر من 250 جنيه مثلا على سبيل المثال فانا ممكن اختار ان انا اختار ان هو ما ياخدش الفاليو انا بالنسبالي مش فرقة العميل اشترى بكام المهم ان انا بالنسبالي هي تحويلة نجحة اول نقوله يعني بالنسبالي كل تحويلة بتمثلي مثلا دولار او 10 دولار والحالة دي انا بستخدمها لما اكون انا اصلا باعلن عن خدمة فالخدمة عندي سعرها ثابت على سبيل المثال فبحط الفاليو بتاعت الخدمة في الكونفرجن او لو انا بقى عايز اعمل معناها ان انا عايز اخد التحويلة او كل تحويلة اخد لها قيمة مختلفة بناءا عملية الشراء اللي العميل عملها وبناءا على الفلوس اللي هو دفعها فبالتالي هنا لازم الكود بتاع الكونفرجن يتحط مانيول ما ينفعش استخدم طريقة اللينك ده ولكن انا بقولك انت مش لازم تعمل كده انت ممكن تختار don't use value عادي جدا لان انا بالنسبالي خلاص انا طالما العميل عمل عملية دفع بالنسبالي فهو بالنسبالي تحويلة نكحة اشترى بجنيه اشترى بمليون المهم ان هو اشترى يعني ده من وجهة نظر الشخصية التي لقيمة لها بيجي هنا بقى اخر اختيار وهو بيقولك انت عايزني عديلك الكونفرجن ازاي اختارها every ولا اختارها one يعني ايه الكلام ده يعني على سبيل المثال لو هنفترض ان انت شركة خدمية وعامل الاعلان بتاعك وبتوجه الاعلان لصفحة sign up form او lead form وانت التارجت بتاعك انك انت عايز العملة تخش تسجل على الصفحة دي فهو بقى بيسألك لو هنفترض جدلا ان عميل ده خلسجل مرتين اعتبره لك مرة ولا اعتبره لك مرتين لو اعتبره لك مرة يبقى انا هنا اختار one اما لو اعتبره لك مرتين يبقى انا هختار هنا every ولكن في حالة المبجر الالكتروني يبقى انا لازم اختار هنا every لان حتى لو العميل الواحد دخل اشترى كذا مرة فبالنسبة لك كل عملية دفع نكحة تعتبر conversion نكحة او تعتبر تحويلة نكحة فبالتالي يفضل ان انا استخدمها every وبعد كده بدوس على done وبعد كده بدوس على save and continue بعد كده بيقول لك خلاص التحويلة تمام بس بيقول لك روح تأكد ان التحويلة شغالة ماشية معاك زي الفول مفيش فيها اي مشكلة فهندوس finish فهيبدأ يلقلنا لصفحة التراك وبعد كده هندوس على trouble shot عشان نتأكد ان التحويلة تمام وهندوس على continue هيبدأ يقول لك حط الموقع بتاعك او اللينك بتاعك يعني فماشي اوكي انا ممكن احط اللينك بتاعي بعد كده بدوس على connect بيبدأ يعمل connect هنا كده للموقع بتاعك وبيبدأ يفتحه فحضرتك المفروض ان انت بتبدأ تروح للصفحة بتاعة البيل دي عشان يتأكد انها بالفعل شغالة فممكن تكرر نفس الخطوة تاني اللي انت عملتها من شوية على الموقع بتاعك وان انت تحاول تعمل عملية دفع واللي يكون مثلا هنا نسميها عازم مثلا وبعد كده ادوس على cash on delivery وبعد كده بتلاقي هنا tag assistant ظهر لك وبيقول لك خلاص دون انا عرفت اقارى الصفحة بتاعتك والدنيا تمام بس هنا بقى فيه نقطة مهمة جدا انا عايز اقولها احيانا الناس كتير بتوصل لحد الخطوة دي ويحصل معاهم مشكلة ان جوجل مش عارفة تتعرف على الصفحة اللي هو راحة طيب ايه الحل بقى يمعلم للنقطة دي الحل ببساطة شديدة جدا احنا كده هنرجع لجوجل tags assistant خلاص هنرجع لصفحة الconversion بتاعتنا ونيجي نعمل conversion جديدة عشان اقولك الحل ايه الحل ببساطة شديدة احنا كنا نحط الوبساطة بتاعنا عادي جدا تاني وهتيجي هنا يا معلم لو انت مثلا على سبيل المثال كنت مختارها begin check out غيرها وخليها purchase او خليها اي حاجة تانية متناسبة مع الconversion اللي انت هتحطه ومش بس كده طب ايه بقى لعني هنفترض جدلا ان احنا هنعمل conversion لكل الناس اللي هتروح لصفحة اتصل بنا هتروح لصفحة اتصل بنا نعملها ازاي هنختار هنا الcontact تمام كده وبعد كده بدل ما نختار ان الURL يكون كذا هنختار ان الURL يكون متكون من كذا ونيجي هنا كده ملناش دعوة بالURL كله وهناخد بس كلمة contacts دي اللي موجودة في السايت اللي هي بتدل على صفحة اتصل بنا ونبدأ نحطها هنا كده يبقى انا كده بقوله ان انا اعتبر الconversion هو صفحة اتصل بنا على سبيل المثال لما يكون الURL او اللينك اللي انا رايح له يكون يحتوي على كلمة contacts وممكن اخليها contact كمان يعني اقلل من الكلمة حرف علشان السنسور يشتغل بشكل اقوى وبعد كده ادوس add بعد كده هدوس على setting وهقول له هنا ان انا خليها من غير value وبعد كده ادوس done وبعد كده ادوس save and continue هيقول لي هنا تمام الدنيا دوس finish هتلاقي هنا ظهر لي trouble shoot جنبيها هدوس عليها علشان ابدأ اعمل لها test هشوف الconversion شغال هو جوجل اراوة لا لا وادوس على connect هيبدأ يكوننكت بالوبسايت بتاعي هيبدأ يفتح الموقع الالكتروني المفروض ان هو هنا يجيب لي done بعد ما اروح لصفحة تكون اللينك بتاعها يحمل كلمة contact فانا هروح لصفحة contact us وبعد ما اروح لصفحة contact us وارجع دوس على صفحة contact us وارجع دوس على صفحة contact us علشان يقراها من اول وجديد علشان يبدأ يحس بيها يعني روح تنقل لصفحة تانية وخلي الرفريش بتاع الصفحة يخلص وبعد كده ارجع لوح لصفحة contact us او لو صفحة الفاتورة يعني زي ما احنا بنعمل وبعد كده هتدوس finish هيقول لك تمام الconversion done close tag وترجع هنا لصفحة الconversion او لو صفحة contact us بتاعت حضرتك لو عملت الرفريش كده هتلاقي التروبلشوت دي اتشالت من جنب الconversion فبص كده هتلاقي هنا معايا كلمة trouble shot ما بقيتش موجودة طيب ليه الستاتيوس هنا مكتوب انه no recent conversion علشان احنا بالفعل لسه ما شغلناش اعلانات ممولة فبالتالي لسه ما فيش conversion حصل على الconversion اللي احنا حطيناها دي كلها فبالتالي هو جوجل لسه ما اقراش اول عملية تحويلة نجحة الستاتيوس دي بتتغير اول ما جوجل يبدأ يقرأ اول عملية تحويلة نجحة يعني اول ما حد يخش على صفحة الفاتورة بتاعتك لو انت عامل مثلا برشيز او لو انت عامل الconversion بتاعك صفحة اتصل بنا فاول ما يقرأ اول واحد دخل على صفحة اتصل بنا من الاعلان الممول بتاعك فبيبدأ جوجل يقرأ الconversion والستاتيوس دي بتتغير او الحالة دي بتتغير فبالتالي في الاخر كده احنا وصلنا لحاجة مهمة جدا وهي ان حضرتك لو هتعمل الاعلان نقرات فانت مش محتاج ان انت تركز على الconversion اما لما هتيجي تعمل الاعلان البحث انك انت عايز تركز على التحويلات النجحة او الconversion فبالتالي انت لازم الاول تسطى بالconversion هنا بقى فيه ثلاث اسئلة انا وسؤالين انا كتير بتسئلهم في الموضوع ده يا هندسة لو انا عامل اكتر من conversion في الحساب الاعلاني بتاعي جوجل هتحسب على اني conversion فيهم رقم واحد كده معلم نازم تفهم ان سياسة جوجل في الاعلانات بتعتمد الحساب الاعلاني الواحد بس بيمثل شركة واحدة بس او بيمثل نشاط تجاري واحد بس فبالتالي جوجل ما بتعتمدش انك انت حضرتك ممكن تخش تعمل 50 conversion ل50 موقع الكتروني مختلفين ولو عايز تعمل ده علشان كده هم عاملين الحل بتاع جوجل ads manager انك انت تعمل حساب مدير اعلاني زي ما انا شرحت لك في المحاضرة الرابعة ازاي تعمل او ازاي تضيف مدير للحساب بحيث ان انت لما عندك حساب مدير بتقدر تخش تعمل campaign في كل حساب اعلاني تحت المدير وكل حساب اعلاني يبقى ليه الconvergence بتاعه طيب السؤال التاني لو انا خلاص اوكي انا الحساب الاعلاني الواحد بستخدمه لنشاط واحد او لمتجر الكتروني واحد بس انا عايز اعمل اكتر من conversion عايز اعمل conversion للمكالمات وconvergence لعملية البرشيز مثلا على سبيل المثال جوجل دلوقتي هتطلع لي سعر تحويله او سعر التحويله او سعر الconvergence بكام جوجل يا معلم هتطلع لك متوسط سعر الconvergence يعني هتعمل ايه ببساطة كده هتجمع تكلفة الconvergence كلها اللي حضرتك عملها في صفحة الconvergence اللي هي الاتصال والبرشيز ومش عارف ايه و ايه و ايه و ايه كل الconvergence دي هتجمعها على بعض هتجمع تكلفتها وتقسم على عدده وتدي لك متوسط التكلفة بتاعت الconvergence معنى كده ان انت لما هتعمل اكتر من conversion هي المفروض ان هي هتعتمد لك على المتوسط بتاع الconvergence كلها هي دي الفكرة ببساطة شديدة اتمنى يكون الفيديو ده عجبك لو عجبك الفيديو بتنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج عليها على الفيسبوك ولو بتفرج عليها على اليوتيوب تنساش تعمل سبسكرايبي بالقناة واتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد واستناني في محاضرات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة